الكوليرا تواصل حصد الأرواح في اليابن تقارير منظمات الصحة العالمية تشير إلى أن عدد ضحايا الوباء تعدى 1700 وفا فيما ارتفعت حالات الإصابة المشتبه بها إلى أكثر من 300 ألف منذ نهاية إبريل الماضي مع تسجيل نحو 7000 حالة جديدة يوميا تتركز أعلى معدلات الإصابة في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وحجة وعمران الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بينما سجلت حجة أعلى نسبة للوفيات بلغت نحو 19% من حالات الوفاء تواجه المنظمات الدولية صعوبة في السيطرة على الوباء في المحافظات الخاضعة للسيطرة الميليشيات نتيجة ترد الخدمات الصحية وانتشار التلوث البيئي وسوء التغذية في أوساط السكان إضافة إلى عدم تمكن الفرق الإغاثية من الوصول إلى بعض مناطق انتشار الوباء استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في هذه المناطق يقابله وفقا لتقارير تراجع نسبي في المناطق التي وصلتها فرق الإغاثة الطبية خاصة بعد تلقي منظمة الصحة العالمية دعما سعوديا بأكثر من 66 مليون دولار وهي الخطوة التي تعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية أنها ستسهم في وقف انتشار المرض ترجمة نانسي قنقر